موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام في خطوة تعكس قوة العلاقات الثنائية الفلسطينية والروسية وقعت الأخير مع فلسطين تفاهمات خارطة الطريق الاقتصادية وبروتوكول اللجنة المشتركة الثالث وذلك لتعزيز التبادل التجاري وهنا تطرح أسئلة عدة حول أسباب متانة العلاقات بين البلدين والذي شهد ثباتا رغم تغير الأنظمة في روسيا من الاشتراكية إلى الرأسمالية واستمرار الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين رغم العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا والأمريكية على فلسطين يضاف إلى ذلك كيف نجحت روسيا في ظل الوجود احتلال إسرائيلي يمنع توقيع الاتفاقيات والتنمية في زيادة دعمها الاقتصادي على كافة النواحي الحياتية هذه الجوانب السياسية والاقتصادية نناقشها مع ضيفنا الكريم سفير دولة فلسطينة دا روسيا عبد الحفيظ نوفل مرحبا بك ساعة السفير أهلا بك يا خير كريم يعني ساعة السفير نبدأ في العلاقات الروسية الفلسطينية كيف بدأت هذه العلاقات امتدادها عمقها التاريخي؟ بالحقيقة هناك مفصلين همين في العلاقة الفلسطينية السويتية سابقا والروسية لاحقا طبعا بالإضافة لأقرار التقسيم كما تعلمون سبع واربعين ولكن المفصل الأساسي كان عام تسعة وستين في أول زيارة للمرحومة الخالد ياسع عرفات مع رأي جماعة عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتي وكانت الزيارة أولى وكانت فاتحة الطريق للعلاقات الفلسطينية مع تنظيم فتح على وجه التحديد مع مرضمات تحيير الفلسطينية في ذلك الوقت وبعد ذلك مباشرة نقطة ثانية المهمة والمضيئة بهذا الموضوع هو عندما تولى الرئيس حمود عباس رئيس دولة فلسطيني حالي في ذلك الوقت لجنة الصداقة الفلسطينية السوفيتي في ذلك وقاد لفترة طويلة أكثر من 20 عاما هذه المرحلة وهذه العلاقات وتطورها في مراحلها المختلفة السياسية والاجتماعية والإنسانية وكانت علاقات قوية كما تعلمون تحت السوفيتي في ذلك الوقت دعم القضية الفلسطينية ودعم حركة النضال الفلسطينية ودعم المشروع الوطني الفلسطيني ودعم النضال الفلسطيني التحروري في ذلك الوقت وكان الرئيس حمود عباس في ذلك الوقت يعني متابعا دائما لهذه العلاقة الفلسطينية السوفيتية في كافة مراحل تطورها هنا حضر مفصلا هاما كذلك في هذا الموضوع بأيام التحاد السوفيتي هو عام 1988 في يوم إعلان الاستقلال عندما أعرضنا التحاد السوفيتي في عام 1988 والآن هي نحتفل بثلاثين عاماً على هذا الموضوع عندما اعترفت التحاد السوفيتي بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمة الكلسة الشرقية وعلى حدود الرابع من حزيران منذ عام 1980 قبل أن تعترف كثيراً من الدول في هذا الموضوع وبالتالي هذا حقيقة يجب أن نقرها ونعترف بها ونكون شاكرين للموقف السوفيتي القديم والجديد في هذا الموضوع نعم طب روسيا مرت في العديد من المراحل ربما الهم كان هو تغير نظامها من الاشتراكي إلى انتقالها الرأس مالية هل تغير في الأنظمة هل أثرت العلاقات الخارجية لروسيا تحديداً في العلاقات مع فلسطين يعني بالمجمل ما نسميه بروسيا الجديدة روسيا الجديدة يعني هناك طبعاً تغيرت في كثير من القضايا وبقيت ثابتة في بعض القضايا في الموضوع الدولي كان هناك تغيرات كثيرة كما تعلمون روسيا انتقت من الاشتراكي إلى الرأس مالية روسيا أصبحت والرأس مالية كما تعلمون في السياسة والاقتصاد الحديث هي المصالح التي تسير الناس وليس المبادئ وبالتالي كانت لها عدة نظر في طبيعة وتشكيلة علاقتها مع دول العالم في كثير من القضايا في الموضوع الفلسطيني كان يكون عادلين وصادقين بقيت ثابتة في هذا الموضوع بمعنى بقي الاعتراف الروسي الجديد بالدولة الفلسطينية على الحد الرمح وزان وعاصم السهر القدس الشرقية من جهة ومن جهة أخرى للتثبيت على ذلك والدلاء على ذلك دولة فلسطين هي سفارة فلسطين هي سفارة دولة فلسطين في موسكو منذ ذلك التاريخ وحتى الآن والأكثر من ذلك أن روسيا الجديدة في كل التصويتات في مجلس الأمن في المنظمات الدولية في الاجتماعات في اللجان موقفها واضح ولا يقبل القسمة بالرغم من تعدد علاقاتها وتشابكة علاقتها الدولية الغربية مع إسرائيل هنا وهناك إلا أن موقفها فلسطينيا ثابتا وغير قابل للقسمة بهذا الموضوع إضافة العلاقات السياسية القوية بين البلدين هناك الجانب الاقتصادي كيف نشأت العلاقات كيف نمت الاقتصاد ما بين الجانب الروسي والجانب الفلسطيني خاصة في ظل وجود احتلال قبل ذلك أو في هذا السياق على وجه التحديد يعني كما نسميه هنا في روسيا الجديدة يعني الرئيس محمود عباس تمكن من بناء علاقة صداقة وثقة مع الرئيس بوتين ومع القيادة الروسية المختلفة حتى المدفيدف رئيس الوزراء والذي كان رئيسا لروسيا سابقا كان لهم علاقة جيدة ومتماسكة ومتينة مع الرئيس عمود عباس الرئيس عمود عباس يزور روسيا سنويا مرتين إلى ثلاث مرات وهذا ليس كما الاستجمام هي لمراجعة العلاقات الثنائية لمراجعة الملف السياسي للتركيز على القضايا الرئيسية الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها وتطويرها وبالتالي في هذا السياق جاء ما تفضلتم به ما الذي يمكن عمله لتطوير العلاقة الاقتصادية مع روسيا لكي ترتقي إلى مستوى العلاقة السياسية ومن هنا كانت فكرة عمليا طبعا توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين روسيا وفلسطين من جهة ومن جهة ثانية تشكيل اللجنة الحكومية المشتركة التي تتولى مراجعة قضايا الثنائية وأنا السابق الرئيسي بهذا الموضوع لكن أقول أكثر وضوحا روسيا دولة جارة لا تبعد كثيرا روسيا عن فلسطين وعن الشرق الأوسط هي دولة طبعا بالطيران حوالي أقل من أربع ساعات عمليا روسيا مساحتها 17 مليون كيلومتر مربع روسيا حسب الإحصاءات الدولية المؤكدة بها أكثر من 40% من كل ثروات العالم وبالتالي الدخول بشراكة باتفاقات بلقاءات بتفاهمات مع روسيا هو بالتأكيد في صالح الجهة الأخرى الموقع لهذا الاتفاق سنتحدث في موضوع اللجنة المشتركة وتبادل تجاري وغيرها لكن هنا السؤال بظل وجود احتلال يمنع تحقيق تنمية يمنع تحقيق توقيع اتفاقيات كيف استطاعت روسيا كيف نجحت في تعزيز موقعها الاقتصادي في فلسطين يعني لكي يكون واضحا ودقيقا بهذا الموضوع روسيا كما سبق وأشرت في الرأس مالية أن تحدد العاقة هي المصالح في هذا الموضوع وبالتالي علاقتها مع إسرائيل هي علاقة جيدة ولكنها علاقة حذرة بمعنى برضو الإسرائيليين في روسيا برضو يعني يديرون جزءا كبيرا من المالي والإعلام كغيرها من الدول الأوروبية شاءة الصدف شاءة الظروف يعني ب25 مرور بذلك يعني 25 سنة انتقام الاشتراكي للرأس مالية نصر جول عمليا ليست كثيرة حسب إحصالة مجلة جنسة أرقام القياسية روسيا فيها تقريبا 150 ملياردير منهم تقريبا 45 يهود يهود روس طبعا وبالتالي هذا يندل على شيء بدل إلينا في موضوع المال والإعلام هم مركزون على هذا الموضوع ولكن بالرغم من ذلك بالرغم من وجود حوالي مليون ونصف مهاجر روسي في إسرائيل الرئيس محود عباس يقول أنه على الأقل فيهم نصف مليون هم ليسوا يهودا ولكن بالمجمل موجود واحد ونصف مليون بالتأكيد في شكل من أشكال العلاقات ولكن الروس واضحون بهذا الموضوع علاقتهم مع الروسة لا يمكن أن تكون على حساب العلاقة مع الفلسطين هم ثابتين قاطعين محددين والرئيس بوتين دائما في كل إقاته والقيادات السياسية والوزير الأفروف والخارجية والجهاد الرسمية يعني لا يوجد أي تردد في التأكيد وتثبيت الفهم أن الحل الأساسي في المنطقة يجب أن يستند إلى حل الدولتين دولة فلسطينية ويعيش شعبين جمعا إلى جنب سلام وهذا موقف واضح روسي غير قابل للقسمة وبأشير بهذا الموضوع كما تعلمون خلال الأسبوعين المواضعين كأن هناك بيانا واضحا ومحدد ومحدد لرئيس بوتين عندما أعلن في سوتيا في المؤتمر بلداي هو أحد المؤتمرات المهمة أن المشكلة الأعقد وهي المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية لا يجوز حلها إلا من خلال تفاهمات دولية وأنها ستبقى مصدرا للعنف والإرهاب في المنطقة ما لم يتداعى المجتمع الدولي لإيجاد حلول أساسية وجدرية ورئيسية لهذه المشكلة طب يعني هناك في نفس الإطار هناك جمود حاليا في عملة السلام ما هو الدولة التي ستلعبه روسيا؟ هل هناك أي أفكار معينة؟ بالتأكيد طبعا بالتأكيد بالتأكيد طبعا يعني على أقل في ملاحظتين في منتهى الأهمية الملاحظة الأولى عندما أعلن وزير خارجية لفروب العام الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن والسلام في أوروبا أن اتفاق روسي أمريكي في الملف السوري سيشكل أرضية مناسبة لانتقال الملف الأعقد والأهم وملف الفلسطيني الإسرائيلي وهناك قناعة روسية مطلقة أن إيجاد حل الملف الفلسطيني الإسرائيلي بالتأكيد سيساعد أساسا على لجم الإرهاب في المنطقة من هذا المنطلق الروس داعمون ومساندون هذا من جهة من جهة أخرى بعدما أعلن السيد الرئيس محمود عباس حول الموقف في القيادة الفلسطينية من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من ترامب من قارات ترامب في منخص القدس واللاجئين طبعا قابل هناك كان زيارتين رسميتين لرئيس محمود عباس إلى روسيا الاتحادية والتقى مع رئيس بوتين والقيادة الروسية وكان واضحا أننا بعد الآن لا نرغب بإدارة أمريكية وحيدة في ملف عملية السلام نريد ألية دولية جديدة الجانب الروسي وافق وتبنى هذا الموضوع كما أشرت أن هناك رؤية روسية الآن طبعا كما تعلمون نتحدث نحن عن الخمس الكبار في الأمم المتحدة وبالتالي أمريكا ستكون جزء من هذا الحل طبعا لا نريد أن تستفرد أمريكا بالحل ولكن هي جزء من مجلس الأمن وبالتالي هناك جهود روسية وأوروبية صينية لمحاولة لملمة الموضوع بصورة جديدة بآلية دولية جديدة تكونت متحدة جزءا من الحل وليس أساسا في الحل وفي هذا السياق زادت السيد الرئيس إلى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر الماضي كما تعلمون كان هناك اجتماع للرباعية في محاولة جادة لوضع أسس لآلية دولية جديدة والروسية تبنوا هذا الموضوع والبيانة التي أطلع رئيس بوتين كما أشرت في بلداي يأتي في هذا السياق وتعمل الخارجية الروسية والقيدة الروسية على بناء منظومة ولكن كما تعلمون يجب أن يكون هناك حذر بهذا الموضوع لأنه إذا استخدمت عمرها حق الفيتو ستكون الأمور في موضوع حشان هيك في مراجعة شاملة لهذا الموضوع لمحاولة إيجاد حلول قد تكون قابلة مثلا يفكر الجامع الروسي بالحديث عن ما يسمى مدريد 2 مدريد 2 تم برعاية مدريد 1 وتم برعاية أمريكية روسية وكان فيه كثير من الأوروبيين والإسرائيليين والفلسطينيين وبعض الدول العربية ولماذا لا يكون مدريد 2 مثلا إذا أمكان ذلك هناك كثير مجموعة الأفكار ولكن الأساس في الفكرة القادمة يجب أن توفر لها شروط النجاح وبالتالي من هنا حذر القيادة الروسية من الضروري أن توفير أن نصل النجاح لهذه الخطة لكي لا نقع في مستنقع الرفض والرفض المضاد روسيا اليوم تعاني ولديها عقوبات أمريكية عقوبات أوروبية هل هذه العقوبات ستؤثر في تعاطيها مع العلاقات الخارجية مع رؤيتها للحل في الصراع الفلسطيني؟ يعني لا أعتقد يمكن ستضيف مزيدا مع الحذر قليلا لكن مثلا كمثال علاقة روسيا مع إيران مع سوريا مع الدول الأخرى التي بالرغم من كل السانكشيز الغربية الموجودة هي مستمرة وقائمة وغير قابلة للقسمة طبعا بالتأكيد هي المشكلة بأساس في روسيا هي مشكلة اقتصادية الأمريكيين يعرفون تماما أن الدولة هذه الروسيا الدولة القوية المتقدمة عسكريا والتي وصلت الفضاء قبل أمريكا في ذلك الوقت هي تعاني كثيرا في بعض المجالات المدنية وبالتالي يضغطون بهذا الموضوع في موضوع المال في موضوع الـ IT في موضوع الصناعات المدنية ويحاولون تحديدا هناك وصف دقيق لهذه الحالة ما تريد أن تأخذه الروسيا خلال الخمس سنوات فتأخذه بـ 15 عاما في تطويل مجال النمو تاحة ولكن الروس صحيين لهذا الموضوع يعملون بجد في تطوير الوضع الداخلي كما أشرت في البداية عندهم 40% من ثروات العالم الاحتياط العملة الصعبة في روسيا تقريبا تعدى الـ 500 مليار دولار لا توجد مخاوف ولكن طبعا هم بحاجة تحسين مناخ الاستثماري بحاجة تحسين وضع الداخلي بحاجة إزاية هذه العقوبات كمثال أقول لك رغم العقوبات المفروضة والأزمة حجم التبادل التجاري قد يفاجأ الجميع بين بريطانيا وروسيا حوالي 50 مليار جنيه سترلين حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وروسيا تعدى الـ 45 مليار دولار وبالتالي هناك بالرغم من هذه العقوبات إلا أن هناك ثغرات كبيرة في هذا الجدار والروسي يعلمون ماذا يريدون في المستقبل مدى تأثيرها العملية طبعا ستؤثر إلى حد ما بطريقة ما ولكن الأساس هو الجمع وجود اتفاق روسيا أمريكي هو سيشكل أرضية مناسبة لحال حالة كثير من الأمور وجود الخلاف وعدم وجود اتفاق سيطيل هذه الأزمات طب في متعلق نعود إلى موضوع اللجنة الاقتصادية المشتركة تم توقع البروتوكول الثالث ومن الواضح أن هناك خارطة طريقة اقتصادية ما بين روسيا وفلسطين ما أهمية هذه البروتوكولات وكيف نشأت أيضا بالحقيقة أنا سأركز على جمعا من المفاصل الهم كما أشرت أنا أنشئت بناء على التقدم والعلاقة السياسية وميزة وبتعلمات من سيد رئيس محمود عباس ورئيس بوتين أنه مدام في علاقة ما الذي يمكن عمله في الموضوع الاقتصادي الجانب الروسي يعرفون أننا نعمل من خلف الجدار الجمرك الإسرائيلي يعرفون أن هناك مميقات في الموضوع الاقتصادي ولكن الأساس هو أن نعمل خروقات في هذا الجدار بصورة صحيحة وسليمة ولا تتعارض مع الأنظمة ولا واحد من هناك كانت القرار التطوير فكرنا سويا ما الذي يمكن عمله فقلنا الوصول إلى لجنة حكومية مشتركة كانت أول جلسة في رمالله أول العام قبل عامين والعام الماضي كانت في موسكو والآن في رمالله تقييم لهذه اللجنة هو جيد الأداء مقبول فيه تحسن يعني مثلا نحن حتى الآن الشركة الفلسطينية للمطاحن الذهبية أصبحت بسدأ أكثر 150 ألف طول من القمح الروسي استراد مباشر من العام الماضي إلى هذا العام في بداية تحسن في دخول بعض المنتجات الفلسطينية التمور وغيرها والأحدية في بداية تحسن في البحث عن آلية الروس مشكورين ساعدوا في المذكرة وقعناها يوم أمس في رمالله اللي تحصى بالإعفاءات الجمهورية مجموعة كبيرة من الساعة الفلسطينية ستدخل أسواق روسيا الاتحادية وبعض أسواق الدول الأخرى زي مثلا أرمينيا زي أسبكستان زي بيلاروسيا مؤفع من الرسوم والجمالك هاي مؤشرات إيجابية للوصول إلى منطقة تجارة حرة لاحقا نتحدث عن تعاون في مجال الطاقة والطاقة كما تعلمون روسيا باد متقدم في موضوع الطاقة على وجه التحديد وبالتالي نتحدث عن إمكانية التعاون في بناء محطة كهربائية إذا أمكان ذلك نتحدث عن موضوع التعاون في مجال الفرماسيتيكالز يعرف الروس وزارة الروس هنا المصانع على أدوية بعض الأدوية الفلسطينية أو وجود بناء شراكات محتملة طبعا بدها بطوء هاي بدها الشغل بالدراسات أفضل ولكن النية جيدة وسليمة وهناك التوجه بهذا الموضوع الأساس في الموضوع أننا على ثقة بأننا ستمت كان من تحسين التبادل التجاري بين فلسطين وروسيا كم يبلغ حاليا تبادل التجاري؟ يعني ليس كبيرا يمكن هو بحدود 50 مليون أقل قليلا دولار ولكن أعتقد الأمور بتصير باتجاه قوي إذا تم اتفاقها في موضوع الصناعات الدوائية روسيا بلد مهمة جدا في موضوع المواد الخام العائق هو العائق الإسرائيلي بهذا الموضوع ولكن هناك حوارا روسيا إسرائيليا للوصول إلى اتفاقات تجارة حرة إذا صارت بالتأكيد نحن كذلك اتفاقات تجارة حرة مما ستسهل وستدعم وستساعد في هذا الموضوع كمثال آخر أقول لك مثلا في هذا الموضوع نتحدث عن آلية قد تكون مفيدة وجيدة وهي بتوجهات من السيد الرئيس خلال زيارة الأخيرة هنا ولقاءه مع وزير العمل الروسي أنه لماذا لا تتبنى روسيا منطقة صناعية؟ مثلا زرتم منطقة صناعية في بيت لحم نعم طبعا زرناها ولكن الفكرة الأساسية بهذا الموضوع أنه هناك كثير من الشركات الروسية الراغبة بالعمل في فلسطين لدخول أسواق العربية هل وجود منطقة صناعية روسية محددة لمجموعة من الشركات الروسية يعني أقول لك كمثال روسيا أهم منتجات الوراق والخشب في العالم هي في روسيا حتى الدول اللي تصنع الموبيلية والقضايا في العالم هي تستورد الخشب والأوراق من روسيا لماذا يتم استرادها إلى فلسطين؟ في مصنع في فلسطين في مطقة صناعية في فلسطين جاري العمل على برمجة هذا الموضوع طبعا ليس سريعا سيتمه لكن جاري العمل لا تحضير له نحن على ثقة الجانب الروسي والجانب الفلسطيني على ثقة بأننا سنتمكن من بناء منظومة جيدة كالتعاون في المجالات المختلفة بما يعزز بما يفتح آفاق جديدة بما يفتح أسواق جديدة لمنتجات الفلسطينية أنا سأسعى قريبا واتفقنا يوم أمس أن نعمل معرضا كبيرا للأحذية الفلسطينية في موسكو في موسكو طبعا هنا هي فرصة جيدة كذلك لدخول المنتجات قبل شهرين تقريبا افتتحنا مركزا ل7-8 شركات فلسطينية الصبونة والزيت والمنتجات البحر الميت وغيرها منتجات العضوية نوعا ما كانت طبعا منتجات العضوية طبعا طبعا وعرضناها في مكان خاص في موسكو يسميناها المركز التجاري الفلسطيني في محاولة جادة لتعريف المواطن الروسي والتاجر الروسي بالمنتجات الفلسطينية بدها قليلا من الوقت ولكن أنا على ثقة بأننا سنتمكن من بناء منظومة سليمة وجيدة وقوية في هذا الملف إن شاء الله إن شاء الله طب هذي القوة الاقتصادية لروسيا في فلسطين كذلك نفوذها السياسية سيساهم في إيجاد حل في موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي برأيك سيساهم بزيادة وتعزيز هذا الموضوع؟ يعني إحنا بنعتقد تماما أنه بعد فشل التجربة الأمريكية بمعنى بعد يعني صار معنا في الموضوع السياسي سمح لي أنه بعد 25 سنة مفاوضات وأنا كون جزء منها في مرحلة من المراحل برعاية أمريكية يعني ضربنا في الحائط عمليا عند الأمريكيين كان عندنا ثقة وكان عندنا رغبة أن تكون المتحدة الأمريكية الدولة الأكبر والأغنى والأكثر الديموقراطية بالعالم أن تقف مع الشعب الملومة والشعب الفلسطيني ولكن مع الأسف القيادة الأمريكية الجديدة هي وقفت مع صف في صف المعتدي مما شكل صدمة للجميع في هذا الموضوع وبالتالي نحن قرارا السيد الرئيس كان واضحا قاطعا مينعا لا يقبل قسمة في هذا السياق طبعا نراهن على دور روسي أكبر في خلال ذات السيد الرئيس الأخيرة إلى موسكو ولقاوم مع رئيس موتين كان واضحا أنه نريد آلية دولية جديدة ودور أكبر لروسيا في هذه الآلية نحن نعتقد على ثقة أنه بعد الدخل الروسي في سوريا حصل مجموعة من القضايا الأهمها بالستثناء أنه عمليا كانت هزيمة لكوة التطرف في المنطقة من جهة لكن الأهم أن الروسي اتخذوا قرارا أن المنطقة دخلت في مجالهم الحيوي وهذا يعني سياسيا أنهم غير مسموح أن يحدث في المنطقة أي تطورات بعيدة عن الفهم الروسي والروسي كانوا واضحين في ذلك أنه لماذا تأتي أمريكا تأتي بريطانيا تأتي دول عالم من آخر الدنيا ونحن جيران في هذا تحديدا بعدما حدث في العراق وليبيا شكل صدمة في روسيا وشكل إعادة نظر في كل سياساتهم وبالتالي يعتبرهم ومعضة فلسطين تحديدا وإسرائيل يدخل في مجالهم الحيوي وبالتالي هم مش فقط المعنيين هم ملتزمين بالمساعدة ببناء منظومة دولية جديدة تساعد بإيجاد حل لما لك في الفلسطين الإسرائيلي فيما تعلق في دور السفارة ما هو دوركم في حجد سياسية واقتصادية لدعم القضية الفلسطينية يعني دور السفارة أنا بعتقد السفير بالنسبة لي رام الله أحسن مكان نعيش في العالم إذن أنا موجود في موسكو وفي أي مد بلد آخر هي مهمة الأساسية مش فقط أمثل فلسطين وأمثل كل شيء أنا أعمل كل شيء الممكن في الموضوع السياسي في الموضوع الاقتصادي في الموضوع الاجتماعي في الموضوع التربة وفي الموضوع التعليمي وبالتالي نحن في سفارتنا في موسكو إحنا ورشة عمل كبيرة وأنا وزملائي العاملين بالسفارة في كل القطاعات طبعا نصيب ونخطئ ولكن بالأساس بعتقد حسب الخط الموضوع حسب توجيهات السيد الرئيس نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا بقى رأى أنه عمليا من الزيارات الوفود اللي تيجي عندنا التعليمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في حالة رضا نسبية عن هذا الموضوع ونحن ماشينا الأمام إن شاء الله بما نبني منبومة متماسقة قوية تعكس حقيقة فلسطين بكل أطيافها السياسية وأنا أعني وقول بكل أطيافها السياسية تمثل فلسطين في كل الأماكن وتمثل السيد الرئيس تحديدا في الموافع السياسي وفي الموافع الاقتصادي كل الشركات الفلسطينية تقريبا كثير ناس زاروا فلسطين من الشركات من المؤسسات من السياح من كل القضايا والسفارة هي المكان وبيت فلسطين الجامع وبوابة العالم وبوابة فلسطين نحو العالم في موضوع السياحة هل هناك من اتفاقيات وتفاهمات معينة لتعزيز هذا الموضوع زياد عدد السياحة طبعا كما تعلمون نحن بوصل الفلسطين تحديدا السياحة الروسية هي سياحة متقدمة ومتميزة في العالم وهي على فكرة هي سياحة عائلية مثيرة فوصلنا نحن عدد السياح تقريبا 450 أو نصف مليون سياح الرئيس بوتين شخصيا من روسيا إلى فلسطين من روسيا إلى هنا نعم نعم الرئيس بوتين خلال ذات الرئيس ما قبل الأخيرة طلب مني بوجود السيد الرئيس أن نرفع عدد السواحة الروس إلى فلسطين إلى مليون سائح هذا كدام بتطلب كثير من القضايا بتطلب تفكير عميق بهذا الموضوع نحن كسفارة طبعا وبتعليمات من السيد الرئيس بنسك مع وزيرة السياحة والقطاع السياح الفلسطيني بشكل عميق في هذا الموضوع نحن الآن بصدد عمل قضيتين في منتهى الأهمية أن نعمل مؤتمر للسياحة مع نهاية العمل أو أول عام القادم في موسكو ومؤتمر ثاني في بيت لحم مؤتمرين يعني وفي هذا المؤتمرين ندعو الشركات السياحية الوكلاء السياحيين ووكلاء السفر اللي نعمل آلية جديدة اللي نشكل آلية استقطاب للسواحة الروس طبعا أنت تعرف السياحة الفلسية تحديدا معظمها بتيجي عن طريق إسرائيل وبالتالي بيكون اتفاقات عشانك بنا نجيب كل الشركات السياحية المسجلة في القدس على وجه التحديد الفنادق الفلسطينية وكمان بنا نعمل آلية للتنقل بين فلسطين والأردن تحديدا على البحر الميت يعني الروس راغبين بهذا الموضوع بنحاول أن نطور هذه المنظومة نحن متفائلون بهذا الموضوع وبدأ شوية تعب كثير ولكن متفائلون في مجال السياحة سنعمل نقلة نوعية إن شاء الله قريبا طبعا في القطاع أيضا الأكاديمي لروسيا دور هام يعني هناك أطباء يتخرجون فلسطينيين من روسيا هنا يعملون هل هناك أيضا خطط في موضوع الأكاديمي هناك تغيرات نوعا ما في هذا الموضوع صحيح يعني أنا كان عندي في زيارة قبل عدة أشهر معي للوزير صابريسيضم وهو وزير مشهود له بالكفاءة والمهنية في هذا الملف طبعا للمعلومات العامة إحنا لدينا في فلسطين تقريبا 38 ألف خريج من روسيا من اتحاد السوفيتي وروسيا في فلسطين 38 ألف خريج من المؤسسات التعليمية السوفيتية والروسية وتالي عندك عدد كبير من الخريجين الروس الآن يعني نعيد نحاول أن نعيد صحيح طبعا فيه طور شديد في العلاقة مع الجانب الروسي يعطيه إحنا الجانب الروسي سنويا 150 منحة من خلال المركز الثقافي الروسي في بيت لحم يعني السفراء لا علاقة لها في المنح هو من خلال المركز الثقافي الروسي وهذا شيء جيد في مركز الثقافي الروسي في بيت لحم وفيه كثير من الطلاب يأتوا للدراسة على نفقتهم الخاصة يعني بدش يقول لا علاقة لنا بهم ولكن لما بأتوا إذا عندهم مشاكل أكيد بنا نساعدهم فيها ولكن هما بيجوا بشكل شخصي بالإضافة لهذه المنح نحاول أن نعيد هيكلة هذه المنح بمعنى الحياة في روسيا ليست رخيصة غالية نسبيا وإحنا في فلسطين صار عندنا مجموعة كبيرة من الجامعات حوال 11 جامعة ومركز تعليمي يعني مش شايف أنا كثير مهم أنه والله طالب يروح يدور الصحافة في روسيا أو علاقات دولية في الوقت اللي بيعملها هون في حد الجامعة تفضلها ليش بحكي هذا الكلام لأنه تكاليف الحياة مرتفعة تكاليف الحياة لن تقل من 400 إلى 500 دولار وبالتالي هناك كثير معلات لا تستطيع أن تغطي نفقات أبنائها بحكيش عن منحة حتى الطالب اللي عنده منحة دراسية وبيحجر 400 إلى 500 دولار مش هين يوكل ويشرب بظروفه هناك عدد هيكلة نوعا ما وبتالي بنعيد هيكلة مش هين التركيز على وجه التحديد للقضايا الهامة اللي تفضلت فيها يعني احنا بدنا مثلا الروس مشهورين في العظام في العلاج الطبيعي بالعيون بالفيزياء بالكيميا بالرياضيات فيجب التركيز في المنحاتنا على هذه التخصصات من يريد أن يرتهب بدراسة الخاصة على نفقة الخاصة فليمذهب لكن المنح للـ 150 بدنا نستغلها تحديدا في هذه المجالات وهذا ما يتم العمل فيه تحديدا الآن مع وزر التربية والتعليم طب لروسيا العديد من المشاريع في فلسطين في البنية التحتية في الطاقة وغيرها ما هم المشاريع القائمة حاليا في فلسطين نحاول مع الجانب الروسي يعني في هناك المشاريع بالتجاهين الطاقة بالتجاهين بحطة كهرباء وبناء اتفاقية للوصول الاتفاق ومدوء استخراج الغاز في غزة على وجه التحديد كما أشرت نحاول بداية الحديث عن منطقة صناعية في روسيا بهذا الموضوع كما تعلمون الروس بنوننا مركز الرئيس بوتين في بيت لحم وبعض النشاطات في أريحة الطريق والمتحف وغيرها مع القضايا وبعض القضايا في مستشفى كذلك في بيت لحم وبالتالي هناك بعض النشاطات التي نسعى تطويرها وتعزيزها بما يخدم العلاقات الثنائية في القريب إن شاء الله ساعة السفير عبدالحفيظ نوف لسفيرنا لدى روسيا شكرا جزيلا لك كنا في الحديث حول متانة العلاقات ما بين روسيا وفلسطين سياسيا وقتصاديا شكرا أخي الكريم وتمنى أني وصلت الرسالة المطلوبة شكرا لك شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المشاهدة وفي أمان الله شكرا لكم